السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عيد مبارك سعيد للجميع بصحة والسلامة وباش متمنيتو ياربي اللي بغا شي حاجة ياربي تحققها ليه اليوم غدي نشوفو غريبة البهلة الشهيرة وما اللي يعرفوها مشهورة بزاف عند المغربة اللي كتجيل ديدة بزاف وكتدوب في الفم صراحة انا من الحلويات المفضلة عندي واللي ضروري تكون ضمن حلويات العيد فهد الوصفة دياليوم غنحضروها بدون دلك وبدون عناء بسهلة جدا وبمقادير بإذن الله ناجحة مئة بالمئة من أول مرة فإلى عجباتكم الوصفة ما تنسوش ديروا لايكو ولكنتو ما زال ما اشتركتوش في القناة مرحبا بكم اشتركو وما تنسوش تفعلو الجرس باش متفوتكم حتى وصفة يلا على بركة الله نشوفو المقادير وطريقة التحضير غادي نحتاجو لتحضير هاد الحلوة خمسمائة جرام ديال دقيق الأبيض اللي نكونو غرب لناه غادي نحتاجو خمسين جرام ديال زنجلين محمر ومهرمش غير واحد شوية غا نحتاجو ميات جرام ديال لوز محمر كذلك بقشورو ومهرمش ميات جرام ديال زبدة اللي تكون بحرارة المطبخ وياريد تكون زبدة من نوع جيد فتا هي كتلعب وحد دور في اللدة ديال هاد الحلوة غادي نحتاجو ميات وخمس وعشرين جرام ديال سكار سانيضا او ما يعادي الكاس ديال العنبه غادي نحتاجو زيت الكافي اللي غادي يجمع لنا العجين انا عندي هنا تقريبا واحد كاس ديال العنبه ونص وغا نحتاجو الكيس ديال خميرة الحلويات من وزن ثمانية جرام معي القاس غيرا ديال القرفة مطحونة شوية ديال الملحة وشوية ديال السمن حسب الرغبة ليما تيبغيش سمن او ما تيبغيش القرفة ممكن انه يستغنع اليوم إلا كان سمن حار ديرو غير شوية أنا عندي هاد سمن مشي حار فغادي نبدأ نضيف الخميرة هي اللولة خميرة الحلويات كنغرب لوها كي الناس اللي كيخليوها حتى الخر أنا كنديرها معا دقيق كنخلطوهم من بعد غنضيفو سكار سانيدا وسانيدا يريد تكون رقيقة وإلا ما كانتش رقيقة غرب لوها دائما في الحلويات نستعملو سانيدا رقيقة غنضيفو القرفة والملحة والسمن وغادي نرملو هاد العجين بالزبدة اللي ضروري تكون بحرارة المطبخ ما تكونش خرجة متلاجة باش كتسهل علينا العملية كنرملو مزيان هاد الدقيق حتى كيتغلف كلو بالزبدة و كيولي مرمل نحكوه بين يدينا كيما كتشوفو باش كنتأكدو ان الزبدة دخلات فيهم زيان في هاد المرحلة ضروري الزبدة ما تبقاش كتبان يعني ما تبقاش قطع دخل كلها في الدقيق من بعد غادي نجمعو هاد العجين بالزيت كنضيفو الزيت غير بشوية بشوية انا عندي هنا تقريبا كاس ديال العنباء ونص كاس عامر ديال العنباء ونص ما غاستعملش هاد الزيت كلو وهنا يريت نضيفو فقط القياس اللي غادي يجمع لنا هاد الدقيق يعني القياس باش نقدرون نكوروها هنا متكونش العجينة رطبة فهادو من الاخطاء اللي كتوقع في البهلة ما غا يقدرش يزيدو وحدة اخرى فهنا نضيفو فقط القياس اللي غادي يجمع لنا هاد الدقيق هان شما هنا كنجرب كنحاول نشكلها فهنا ما زال كتفرتت غنزيدها واحد شوية ديال الزيت غير كيميا قليلة هاد العجين ديال البهلة ماشي بحال ديال باقي الحلويات خصها تكون رطبة لا فقط اننا نقدرون نشكلوها هادية الكيميا ديال الزيت اللي بقت لي انا ما ضفتهاش انتوما هنا كنحاولو نجمعوها بين يدينا صافي ممكن اننا نشكلوها بلا ما تفرتت وهنا الزبدة انا ضفتها بحرارة المطبخ ممكن يلا بغيتو تدوبوها لان الجو سخون الزبدة غير كتقيسوها بيد ديكم كتدوب فدكشي هدكشي علش مدوبتاش هنا بغي نخدموها هاد العجين بالحكاكة اليدوية او ممكن اننا نخدموه في الروبو نطحنوه انا طحنتو في الروبو كديروه بشوية بشوية وطحنوهم زيان وممكن انكم تعجنوه بالعجانة كيبقى لكم الاختيار وفي اخر مرحلة غنضيفو الزنجلان واللوز كنخليوهم هما الاخر لانا بغيناهم يبقوا بينين ما هرمشين ما بغيناهم شي يطحنوه صافيو غنعودو نخدمو هاد العجين بيد دينا باش كيتوزاع اللوز والزنجلان على عجين كلو وكيولي عندنا عجين متجانس والناس اللي ما عندهمش الزبدة ديال العبار ممكن انهم يستعملو الزبدة ديال العلب غير هي الزبدة ديال العبار كتبقى طبعا ألد هان شوما باش تعرفو مزيان القوام ديال العجين هان شوما لانهو اللي كيكون فيه مشكيل في البهلة هادا هو القوام ديالو ما يكونش مزيت بزيف صافي دابا غادي نخليه يرتاح واحد نص ساعة ونرجع لي باش نشكلهم كويرات غادي ناخدو هاد اللاطا ديال البهلة هي صراحه كتت تعطي نتيجة زوين بزيف ولما كانتش ممكن نديرو لاطا عادية انا غنديرهم بجوج غادي ناخدو الحجم ديال الغريبة اللي بغينا مثلا نديرو هم كبار او صغار حسب الرغبة ديالكم كن ندقو ندوزو هم فيه ديالنا بحلكة وكنكوروهم ونضغطو غير واحد شوية باش ما كتبقاش الغريبة عالية يعني كيبقى داك الوسط ديالها بارز كنهبطوه واحد شوية هنا كنجمعو العجين بني الدينة نتوما باش كي تماسك وكنشكلو كويرات أنا جاتني صغيرة هادي بازتليها شوية ديال العجين وكنضغطو غير واحد شوية وكنحطو في اللاتا كنستمرو بهد طريقة حتى نعمرو اللاتا ديالنا كلها فسراحة هاد اللاتات كينفعو بزاف الغريبة ديال بهلا وثمان ديالهم مناسب ما غالينش بزاف ونضغطو عليهم واحد شوية باش كنتبتوهم فوق اللاتا لان العجين فيه الزيت وفيه الزبدة فكيزلق الى دخلنا الفران كيقدرو يميلو لوحد الجيهة كنتبتوهم وهنا عمرت اللاتا كلها ومنسوش ضروري انتبتوهم وندخلوهم للفران ليكون سخون مزيان من قبل على حرارة مهيلة كنشعل في اللوي الغير من الفوق على نار مهيلة بزاف كنخليهم حتى كيبدو يتشقو وكنشعل تحت نار ايضا مهيلة ماشي عالية وكنخليوهم يكملو الطيب ديالهم ويتحمرو ونخرجوهم هادي الكيميه اللي بقات ديال العجين انا غنديرها في لاطا عادية غنشكلوهم بنفس الطريقة فمن اسهل حلويات ديال العيد اللي ممكن تحضره هما هاد الانواع ديال الغريبة واللي بغي يحضر كيلو ديال دقيق ممكن انه يضعف المقادير هنا انا كملت الكيميه اللي بقات ديال العجين غنطيبها بنفس الطريقة فران يكون سخون كنشعلو غير من الفوق على نار مهيلة كنخليوها حتى تبدأ تشقق ونشعلو من تحت ونخليوها تكمل طيب ديالها هادي اللي طال الولا بعد ما خرجتها من الفران كيما كتشوفو كتجي كلها مشقة كتجي لديدة بزاف كتحمق وهدي اللاطات الثانية انا حمرتها شوية كتر من القياس نسيتها في الفران حفظها الله وهذا هو الشكل النهائي ديال الوصفة ديالنا ديال اليوم كنتمنى انها تعجبكم وتجربوها بصحة وراحة شكرا على حسن المتابعة والى لقاء مع وصفة جديدة